عايزين نصف المشهد من خلال وجهة نظر حضرتك وما الذي يساعد انه يكون المشهد بهذه الصورة الاستفاف بهذه الصورة في حب مصر يعني هي مرحمة وطنية صورة وطنية رائعة بتؤكد على الحقيقة للأسف يعني نتكلم بصراحة احنا بقلنا فترة يعني محطوطين جوه السوشيال ميديا السوشيال ميديا مصدر فكرة معينة عن فكرة في عزوف عن المشاركة في مشكلات في ازمات استغلت بعض الازمات خاصة الاقتصادية حاولت تساعد على تضخيم الامور لكن الحقيقة الواقع النهاردة بنشوفه اللي حصل النتيجة النهائية النهاردة على ارض الواقع اللي بنشوفها بقلنا ثلاثة يام وشفناها بداية من اول ديسمبر في تصويت المصريين في الخارج كان مؤشر طبعا وبالتالي بعدها تصويت المصريين او الادلاء بأصواتهم داخل مصر مجموعة عوامل ما نقدرش نقول ان هو عامل واحد ما فيه شك ان المصري عنده حالة من حالات الواي الفطري بيظهر بالأزمات فاهم حضرتك تفضلتي واحنا طبعا تعرضنا لأزمات الفطري أزمات كتيرة جدا ما فيه تهديدات في المنطقة واحنا كلنا شايفين اللي بيحصل من حول التأثير على الدور المصري ومحول التغط علينا وتهديدات اقليمية واسعة لكل الدوائر الاقليمية ودوائر الامن القومي المصري خاصة شرق غرب شمال جنوب خاصة الموضوع غزة زي ما حضرتك تفضلتي أزمات كتيرة جدا أزم اقتصادية بعد أحداث حرب الروسية الأوكرانية أوضاع غير مستقرة على الساحة الدولية كل الكلام ده أدى للإحساس الفطري إن المصري يستجمع قوات